أخذ برضو رأيك في التشكيل يا كابتن رضا قال إن كان شايف إن فيه تغيرتين كده ويبقوا موجودين من البداية كان فرق مع نادي الآلف إن هو يخش الجيم من بدري أكتر لا وإنت يحسب لكولر يا فاروق إنت قسابات التشكيل يمكن إحنا التشكيل ده شفناه في ماتش القطن وقدرت تكسب بنفس التشكيل بمران عطية والسرية وأحمد عبقادر لكن إنت النهاردة فيه لعيبة وإحنا عادين لا فيه لعيبة كان بعيدة عن حالتها أو مش في حالتها الطبعية أو أن إنت النهاردة أحمد عبقادر شوفناه لا أولا زي ما قال كابتن أن إنت نجم ومتقالك لكن إنت فعلا أنت مصمم أن إنت ترقص ومش ماشي معاك وكمان ما بيرفعش وش يا فاروق أن إنت بترقص وعينك في الأرض المفوض فيه أوقات اللعيب كورة لما يبقى تبقى شماشي معاها إلعب السهل يتحرك إلعب من لمسة واحدة أو إلعب الطويل على كهرباء لكن ده ما شوفناه وش راح زي ما قلت لأ أنا كنت تتمنى أن ندي لأ لعب بربية لعب اتنين راسين حربة زي ما قلنا أن إحنا واندين لأ يبقى حسين الشاحات موجود بيرستاو في الحتة اللي قدام مع القهرباء أن إنت تبقى عندك زحمة وعندك كسافة هكومية في الحتة دي أن إنت تقدر تعمل خلقلة في دفاع الهلال ده كنت تتمنى أن إحنا نشوفنا ندي الأهل ما استغلش كمان الأجنب يا فاروق إن إنت كان عندك النظر محمد هاني مع بيرستاو وعلي معلول وأحمد عبقادل ما كانش فيه دفاعهم ما استغلناش بشكل كويس جدا أنا شايف إن النهاردة أفشا ما كانش لي أي دور مش عايزين نقص عليه ممكن يكون المباراة فيها هو طالع زعلان على فكرة مع طبعا زعلان وقت التغيرة وانوش أفشا كان باين هو زعلان لا هو حاس ما كانش ليه دور النهاردة لكن النهاردة الأداء بشكل جيد لكن الشوط التالي مالوش دور بمعنى إيه كالتناصر مالوش دور الراجل مش ميدي له أدوار جوال ملعب لا هو اللعيب موجود بس ما كانش في حالته يعني لا مش في حالته بس لازم يطلع إنت النهاردة ما إنت لما غيرت يا فاروق الدنيا تغيرت صح لما نزل حسيني الشاحات قلب المباراة وقدر يجيب جول ما أنا قلت لك إن كله كلر لما غير عاد التوازن تاني لما دقاله وده اللي شفناه في الشوط التاني لانت النهاردة بقى فيه شكل إيجابي بقى اللي بتروح للجول حيث إن الشاعات بيتحرك بشكل كويس جد شكل كويس ابتدأ برسيته ويأغد حريته ويتحرك بشكل كويس النهاردة أنا بشيت بالدفاع عشان تبقى عارف النهاردة ممكن إحنا تكلمنا على محمد عب مينعم كتير جدا طبعا ده مكان إحكابي في التشاهد حاجة بختلف حاجة لا النهاردة معه ده اللي إحنا بنقوله إن انت بتبقى حالة في النادي الأقل بيهاجم دايما لازم الاتنين اللي هما القلبين بتعلم دفاعي يكون مركزين بشكل كويس جدا أعتقد إن رامي ربيعة النهاردة يعتبر من نجومه المباراة فيه لعيبة بتفهم الدرس أو بتاعب تقولتني الكلمة غريبة وإحنا بتفرج على الماتش ليه ابتدى برامي ربيعة النهاردة من وجهة نظر لا ممكن تكون على حساب ياسر ممكن فيه خبرات مع النهاردة رامي ربيعة برضو بقاله فترة في النادي الأهلي بتعود على الجماهير متربي في النادي الأهلي أكيد الخبرات عنده بيواجه بشكل كويس جدا ودي وجهة نظر المدير الفني يا فاروق إنه هو عارف حالة اللعيبة اللي موجودة عنده ده مؤشر يقولك لأن فيه كلام كتير أن رامي ربيعة كان آخر نأ والنهاردة رامي ربيعة زي ما أنا قدناه وقلنا عليه ومؤشر أنه يكمل يعني مراوان عطية بيلعب السهل وده اللي شفناه فيه حاجات كتير جدا النهاردة لا كان حمدي فتحي يمكن الرجل كان عامل حاجة أسناري وأنه عاوز يلعب باللعبة اللي عندها مهارات إن هي بتمسكه كورة ويقدر يأمن بعد ما يجيب الجول يقدر يأمن ويأمن في نص الملعب يمكن فيه أوقات كتير جدا نص الملعب كان متاخد من النهاردة لأن انت محدش بيضغط زي السلية أو مراوان عطية أو أفشة هتلاقي فيه مبعيد عن بعض لكن أنت النهاردة شوفنا الأداء لا الأداء مش أحسن حاجة لكن أنا بقولك للمرة التانية المهم الفوز والفوز أن أنت فرحت بيه جمالي النهدل هل هو العبتنا له طب تسمحوا لي